لدى استقبال سموه لعدد من المسؤولين أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية الحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي الذي تزخر به مملكة البحرين وتعزيز الاستفادة منه ليكون مرشدا للأجيال القادمة يرسخ داخلها مدى أصالة البحرين وحضارتها العريقة وأشدد سموه على همية التمسك بالعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة وتعميقها في نفوس الشباب بما يعزز من قيم الولاء والانتماء لديهم ويحفزهم للقيام بالمزيد من العمل الذي يسهم في نهضة الوطن والزهارة وأكد سموه أن مملكة البحرين تشهد حركة تنموية في مختلف المناطق من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها وأن الحكومة حريصة على أن تتم عملية التنفيذ وفق أعلى مستويات الجودة التي تلبي تطلعات المواطنين وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضيبية عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين والفعاليات الاقتصادية حيث تطرق سموه معهم إلى عدد من القضايا في الشانين الداخلي والخارجي وخلال اللقاء أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودوره في تحقيق ما يصب إليه الوطن والمواطن من تطلعات على صعيد النماء والزهارة من خلال التوافق والتنسيق المستمر في كافة الأمور وأكد سموه أن مملكة البحرين تسير على الطريق الصحيح في ترسيخ أسس نهضة عصرية شاملة في شتى المجالات مفتكزة في ذلك على توفيق من الله عز وجل على سواعد أبنائها الذين هم عماد تنمية وغايتها وأكد سموه أن مسيرة النماء والتطوير ماضية في خطواتها لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين من خلال خطط وبرامج عمل متكاملة تشمل كافة مدن وقرى المملكة